أكد اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحا ونتائج مبهرة خلال السنوات الخمس الماضية أضف الاتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم قطاع قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بحيث زادت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري من 4 مليارات و 587 مليون جنيه إلى 10 مليارات و 511 مليون جنيه محققة نسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى أضف الاتحاد أن بموازات زيادة ودائعها عمدت المصارف المصرية إلى ضخ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري للقطاعين العام والخاص على حد سواء